وإلى الوضع الوبائي في الأردن إذ تواصل حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعها فوق الألفين وسجلت حصيلة كورونا اليوم 11 وفاة و2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبعد إجراء 36291 فحصا مخبريا خرجت نسبة الإيجابية منها لتسجل 5.54% ومن أصل 22999 حالة نشطة يبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 607 حالات هذا هو تواصل كوادر وزارة الصحة برنامج التطعيم الوطني حيث بلغ عدد المسجلين على المنصة حتى الآن أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستين ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعين وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثمانين ألفا وخمسة وثلاثين شخصا مقابل ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسين ألفا وأربعمائة وثلاثة أشخاص تلقوا الجرعة الثانية وصلحني لتعالي ash اتوالي الرحل 句 الح